في الدرس ده حنبدأ نفهم مع بعض الـ After Effects Workspace أو مساحة العمل بتاعة البرنامج أول مرة هتفتح فيها البرنامج ممكن تحس شوية أن الدنيا صعبة ولكن قبل ما نبدأ حاب أقول لكم أن الكورس ده معمول أنه يبقى كورس عملي أو تطبيق بمعنى أني مش حفضل طول الكورس قاعدة أقول لك بص الزرار ده بيعمل إيه وده بيعمل إيه وده ما عرفش بيعمل إيه لأن الطريقة دي في التعليم مملة جداً ومش أحسن طريقة لإستعاب المعلومات ففي خلال الكورس ده أنت هتشتغل على مشاريع كتير مش بس كده أنت كمان هتشتغل على مشاريع كاملة من الألف للياء وحاجات فعلاً بيتم إنشاءها من قبل واحد محترف فعل وإحنا بنشتغل على المشاريع دي حتفهم وتتعلم من خلالها أدوات مختلفة ومؤثرات مختلفة وأنا حقيقي بشجعك إنك تشتغل بنفسك تشتغل بإيدك على المشاريع دي مع كل درس عشان لما تخلص الكورس ده تحس إن الدنيا فعلاً بقت سهلة عليك وعودت إيدك وعينك على أماكن الأدوات وفهمت الدنيا بتمشي إزاي وبقيت متمكن وواثق من نفسك إنك تقدر تنشئ وتخترع أنت حاجات جديدة وشكلها محترفة وفي أي وقت لو لقيت إن فيه لسه أي حاجة صعب عليك قلنا عليها واكتب كل أسئلتك في قسم الأسئلة الموجود هنا في الكورس تمام تعالوا نبدأ بقى دلوقتي لما تفتح الأفتر إفاكتس لأول مرة غالباً حينط فوشك الويندو ده هنا زي ما أنت شايف في أسامي المشاريع تم إنشاءها قبل كده بس أنت عندك المساحة دي هتكون غالباً لسه فاضية ولكن قدام لما تبدأ تنشئ مشاريع جديدة المساحة دي عندك هتتملي بأسامي المشاريع اللي أنت أنشأتها طيب أول حاجة هنا هنعملها عشان نبدأ إننا هندوس على New Project أو مشروع جديد وده هيفتح الأفتر إفاكتس بالمنظر ده البرنامج المستخدم هنا هو Adobe After Effects CC إصدار 2017 لو أنت دست على After Effects CC اللي مكتوبة هنا فوق في المانيو ودست هنا About After Effects ده هنا هتقدر تعرف رقم الإصدار لبرنامج الأفتر إفاكتس اللي أنت بتستخدمه فهنا ده رقم الإصدار وده السنة لما شركة Adobe بتصدر Updates جديدة أو تحديثات جديدة وغالبا الشركة بتعمل التحديثات دي مرة أو مراتين كل سنة فلو حصل وأصدرت خاصية جديدة أو تغيير لأي حاجة ما تقلقش هنعمل تحديث للكورس ده ولكن عموما لو أنت بتستخدم أي إصدار لأفتر إفاكتس وخاصة لو كان Adobe After Effects CC أو Creative Cloud ففي الغالب هتلاقي بالضبط نفس المنظر ده هنا طيب تعالوا هنا نفهم شوية حاجات موجودة في اللايا أوت هنا أو الوجهة اللي موجودة هنا في البرنامج ممكن دلوقتي تبصوا وتلاقي إن الحاجات اللي موجودة هنا مش نفس الحاجات اللي موجودة عندك وده سابه إن احنا عندنا في After Effects في Workspaces مختلفة أو مساحات عمل مختلفة ففي المينيو هنا فوق لو دوسنا على ويندو وبعدين روحنا على Workspace هتلاحظ هنا عندك Workspaces مختلفة وده لأننا عندنا في After Effects Panels كتير مختلفة كل واحدة من المربعات اللي موجودة هنا عندك اسمها Panel وكل Panel بتمكنك من إنك تعمل مهام مختلفة ومؤثرات مختلفة وهكذا ولكن انت غالبا مش محتاج تكون فاتح كل الPanels الموجودة على Adobe After Effects عندك على Layout أولا لأنها هتعمل لك زحمة جمدة جدا هنا ثانيا انت غالبا مش هتكون محتاج تستخدم كل الPanels في نفس الوقت فمثلا هنا لو دست على Motion Tracking هيظهر لك هنا الMotion Tracker Panel على اليمين هنا بس لو أنا مش بعمل دلوقتي Motion Tracking أو تتبع للحركة فمش هبقى محتاجة الPanels دي تكون مفتوحة دلوقتي طيب عشان نكون كلنا مع بعض على نفس الWorkspace روح على ويندو وبعدين Workspace واختار هنا Default وده الشكل اللي هنبدأ نشتغل به مع بعض في الدرس ده والدروس اللي جاي طيب تعالوا نتعرف مع بعض على Layout أو الوجهة دي فهنا فوق على الشمال هتلاقي Toolbar أو شريط الأدوات وهنا المانيو معظم المهام اللي ممكن تعملها عن طريق أي Panel هنا عندك في الAfter Effects ممكن برضو تعملها من خلال المانيو هنا وزي ما انت شايف هنا معظم الحاجات في المانيو لونها رمادي زي ما تكون مطفية ولما تيجي عندها أو تدوس عليها مش هتعمل أي حاجة وده لأننا لسه فعليا ما بدأناش أي مشروع جديد وبرضو هنا نفس الحكاية هتلاقي في Toolbar معظم الحاجات مطفية ومش هتقدر تستخدمها عشان لازم الأول يكون عندنا Composition جوه الProject أو المشروع بتاعنا وعايز أقول لكم أننا فعليا هنستخدم معظم الأدوات الموجودة هنا خلال الكورس ده طيب المربع اللي انت شايفه على الشمال هنا اسمه Project Panel وده ببساطة هيبقى فيه أي ملفات عملت لها إدراج سواء صور أو فيديو أو ملفات صوتية أو ملفات Illustrator جوه المشروع بتاعك وممكن برضو ترتب ملفاتك وتنظمها هنا من خلال Project Panel كمان هنا هيظهر لك أي Composition أنشأته جوه المشروع بتاعه طيب إيه هو ال Composition يعني إيه Composition ببساطة ال Composition هو الفيديو اللي انت شغل عليه أو المشهد اللي انت شغل عليه في المساحة لفي النص هنا لو انت عندك خلفية عن Adobe Premiere Pro في حاجة اسمها Sequence فال Sequence في Adobe Premiere Pro هو ما يعادله ال Composition في After Effects طيب لو بصينا هنا هنلاقي إن جنب ال Project فيه تاب تانية هنا اسمها Effect Controls ودي ببساطة المكان اللي انت من خلاله هتقدر تزبط خصائص المؤثرات أو ال Effects اللي انت هتستخدمها فلاه هو ال Project Panel في النص هنا عندنا ال Composition Panel وده فعلياً المساحة اللي انت هتشوف عليها كل حاجة بتعملها في الفيديو أو الموشن جرافيك أو الانيميشن اللي انت شغل عليه ونشوف مع بعض ده لما نبدأ ننشئ Composition جديدة في الدرس اللي جاي على اليمين هنا في مجموعة من ال Panels اللي انت بتقدر تفتحها أو تقفلها ببساطة لما بتدوس على اسمها بالماوس فهنا مثلاً عندنا ال Effects and Presets عندنا Preview عندنا Audio كل الحاجات دي هنعرفها ونفهمها في الدروس اللي جاي وبعدين تحت هنا عندك ال Timeline Panel اللي من خلاله بتقدر تعمل الانيميشن وتشوف كل الليرز اللي موجودة على ال Composition بتاعتك وحاجات تانية هنعرفها مع بعض قدام طيب فدلوقتي عشان نبدأ لازم ننشئ Composition جديدة وده بالضبط اللي هنعمله مع بعض في الدرس اللي جاي شكراً لزيلاً لزيلاً بقب repetitive والماطم font مضامن بالشكراً لزيلاً 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 من خلال من خلال